هذه أبرز العناوين في قرار متأخر بعد تفاقم الأزمة الصحية بالجزائر تابون يكلف صونتراك باقتناء شاحنات نقل الأكسجين فرنسا تفاجئ الجالية المغربية والمغرب بهذا القرار المفاجئ عشية الدخول المدرسي المقبل الأكاديميات الجهوية تشرع في تنزيل مخطط تلقيح التلاميذ والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس في قرار متأخر بعد تفاقم الأزمة الصحية بالجزائر تابون يكلف صونتراك باقتناء شاحنات نقل الأكسجين في قرار جاء متأخرا بعد تفاقم أزمة الأكسجين في مستشفية الجزائر بين مرضى كورونا كلف عبد المجيد تابون الرئيس الجزائري خلال ترأسه أمس الأحد لاجتماع مجلس الوزراء مجمع صونتراك باقتناء شاحنات نقل الأكسجين تحسبا لرفع إنتاج هذه المادة وهي القرارات المتأخرة التي أخبر بها قضاع الصناعة الصيدلانية وتتعلق بتكثيف شركة صونتراك باقتناء شاحنات نقل الأكسجين تحسبا لرفع الإنتاج الذي سيبلغ خلال السوداسي الأول من السنة المقبلة 800 ألف لتري يوميا يشار إلى أن الجزائر عرفت منذ بداية الشهر الجاري نقصا حدا في قارورة الأكسجين هدد حيات المصابين بكورونا وزاد من حدة تفاقم الأزمة الصحية بالبلاد وبات حينها الحصول على الأكسجين بالجزائر أمرا صعبا خصوصا وسط تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فرنسا تفاجئ الجالية المغربية والمغرب بهذا القرار المفاجئ عقب وضع فرنسا المغرب في القائمة الحمراء وهي قائمة البلدان المصنفة في خانة المعارضة للخطر فضلا عن عدم اعترافها باللقاح الصيني سينو فارم عبر البروفيسور عزديل إبراهيمي عضو اللجنة العلمية لتدبير كورونا عن عدم فهمه عدم اعتراف فرنسا باللقاح الصيني المضاد للفيروس وقال الإبراهيمي إن المستفزة هو إدراج فرنسا ملقاح صينو فارم في خانة غير الملقاحين متسائلا بأي داليل علمي وتابع تساؤله هل على الملقاحين بصينو فارم التلقيح بفايزر خلال وصولهم إلى فرنسا وعلى أي أساس علمي وشدد البروفيسور نفسه عبر تدوينة مطولة له على أن البحث الأول من نوعه بيّن أن صينو فارم يحمي ضد تطور كل الأعراض بنسبة مختلفة ولكن يحمي بنسبة تفوق التسعين الحالات الحريجة وكانت فرنسا وضعت المغرب في القائمة الحمراء وهي قائمة البلدان المصنفة في خانة المعرضة للخطر وذلك اعتبارا من يوم السبد وسيتعين على الوافدين غير الملقاحين من المغرب إلى فرنسا تبرير السبب وتقديم اختبار سلبي والعزل الذاتي لمدة عشر أيام عند وصولهم إلى فرنسا وذلك بعد وضع البلدين على القائمة الحمراء وأوضح القرار أن سبب عدم التطعيم يجب أن يكون مقنعا ومدعوم بوتائق وسيتعين على نتائج اختبار بساغ سلبي أو اختبار المستدد ألا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ أخذ العينة وينبغي على الملقحين تقديم دليل على أنهم تلقوا اللقاح عشية الدخول المدرسية المقبل الأكاديمية الجهوية تشرع في تنزيل مخاطط تلقيح التلاميذ كشفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني لجهة الدار البيضاء سطعت عن مخططها الذي يخص عملية تلقيح التلاميذ التي تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 17 سنة وفي هذا السياق قالت الأكاديمية أنه تم اعتماد 64 مركزا لعملية التلقيح حسب المديريات الإقليمية وفق معايير خاصة راعي القرب من المؤسسة التعليمية الرافدة وتم تحديد الفترة الزمنية التي ستشملها عملية التلقيح والتي ستنطلق ما بين 23 و 3 أكتوبرا المقبل ومن المرتقب أن يستفيد من عملية التلقيح هذه حوالي مليون 514 642 من التلميذات والتلاميذ كما تم اعتماد 1775 مؤسسة تعليمية منها 692 بالعالم القروي لإنجاح هذه العملية في صفوف التلاميذ ودعت أكاديمية جهة البيضاء التلاميذ وأولياء أمورهم إلى الالتزام بمجموعة من التدابير الاحترازي لتفادي الاقتضاد والازدحام أمام المؤسسات التعليمية وهي العملية التي من المرتقب أن يتم الإعلان عنها اليوم الاثنين بجكل رسمي من أجل تحقيق المناعة الجماعية وسط التلاميذ في أفوق تحقيق دخول المدرسي آمي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود تشدد على الشراكة القوية مع المغرب شددت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرانتيكس على أن المغرب شارك موثوق به وقوي للاتحاد الأوروبي في مجال تدبير صفوقات الهجرة وصفة التعاون مع المملكة بالممتاز وقال المدير التنفيذي لوكالة فرانتيكس فابريس لغيري في حديث مع وكالة يوروبا بريس إن المغرب بدل ويبدل مجهودات هائلة فيما يتعلق بالتدبير الهجرة وسجل لغيري أن مصداقية الرباط تتجلى في كون طريق الهجرة انطلاقا من غرب البحر الأبيض المتوسط تشد تحت المراقبة وأكد المتحدث لدينا تقريبا نفس مستوى الوافدين على غرار العام الماضي ما يدل على أن السلطات المغربية عززت تدبيرها للمهاجرين انطلاقا من المغرب واتخذت تدابير لمكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتجار بالبشر مبلزا أن هذه النتيجة هي تمرت تعاون السلطات المغربية مع نظرة الأوروبية في إطار تدبير تدفقات الهجرة وقال لغيري أن المغرب نشط للغاية في تعاونه مع وكالة فرونتكس والاتحاد الأوروبي وكذلك مع إسبانيا ويبدل جهدا يوميا على الميدان المرزوقي يحذر من انزلاق بلده في الدكتاتورية ودولة الأخ الزعيم حذر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي من انزلاق بلده إلى ما اسمه دولة الأخ الزعيم وميليشيات الحجد الشعبي وانتقد المرزوقي على صفحته في الفيسبوك الوضع السياسي في بلده وكيف تقوم السلطات بالتضييق على عدد من السياسين وندد المرزوقي بإيقاف عائلة عماد الديمي وهو نائب سابق مقرب منه في المطار أكثر من ساعة لمنعهم من الصفر وكذا لم يأ الخميري الأمينة العامة لحزب الحراك التي مونعت أياما من الصفر وأشار المرزوقي إلى أن بلاده تخطو الخطوات الأولى لإلغاء تام لدولة القانون والمؤسسات وإفساح المجال لدولة الأخ الزعيم وميليشيات الحجد الشعبي وقال إن تتبع نواب اتلاف الكرام والتضييق على عائلتهم وغيرها من إجراءات التضييق والتدبير المخالف للدستور دليل على أن تونس تخطو الخطوات الأولى لإلغاء تام للدولة القانون والمؤسسات وإفساح المجال لدولة الأخ الزعيم وميليشيات الحجد الشعبي ولفت إلى أن الذين يطبلون ويزمرون للإنقلاب شمتة في النهضة وكرها للأحزاب الفسدة وأمالا عقيما في تحسن أوضاعهم لا يفهمون ما الذي خسروا في المقابل وتابع هم خسروا أهم مكسب ناضلة من أجله الأجيال وهو الدليل على تحضر أي شعب في العالم وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في يوليوز الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حسنت كل النواب وإيقالة رئيس الوزراء هشام مشيشي هذا هو تصرعت الأحداث في تونس حيث اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا سياسية بالسعي لتدبير محاولة اغتياله وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء وشدد على أنه لا يخاف إلا من الله وإن مات سيكون شهيدا كما أعلنت وسائل الإعلام تونسية أن السلطات الأمنية تمكنت من الإطاحة بإرهابي خطط الاغتيال الرئيس قيس سعيد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلي الواقع الشرقي تونس اشتركوا في القناة